تحدث رئيس النادي الهوي لشباب الوزداد كريم شتوف عن الوضعية التي آل إليها الفريق كاشفاً أنه سيتم استدعاء مجلس الإدارة للمحاسبة ومعرفة الأسباب الحقيقية التي جعل تسير بيعاني من أزمات مالية طيلة الموسم نحن استدعينا الجمعية العامة لمساهمين منها على 15 يوم نراحة تكون نظر في وضعية شباب الوزداد الوضعية المالية والوضعية الحقيقية على الأسباب للحقنا لهذا النتائج كما فتح شتوف النار على الرئيس محمد بوحفصة متهم إياه برمي نادي العقيب للشارع وذلك بسبب إهماله لشؤون الفريق الرئيس الفريق يقول لك دار استقالة ولكن استقالة في الجرائد لازم تكون استقالة في الشركة بما أنها شركة حضع لقوانين الجمهورية وغير المعقول أن الرئيس الفريق يرمي للفريق في الشارع حق ذلك ويروح إلى أدن وفي ظل هذه الفوضى التي يعيش بيت السيربي فإن أغلبية اللاعبين سيرجأون إلى لجنة المنازعات لاسترجاع حقوقهم والبحث عن وجهة جديدة بداية من الموسم الكروي المقبل